السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس ياسر ليسي ان شاء الله في الدرسة ده هنتعلم تصميم الممبرز اللي عليها pure tension يعني ايه؟ يعني لو احنا عندنا ممبرز بنسميها axially loaded tension members اللي هو عبارة عن ممبر عليه tension بس من غير ما يبقى عليه bending moment عادة الممبرز اللي عليها tension بس بنسميها tie او سعب بنسميها hanger والحانجر بالنسبة لنا يعتبر حاجة واحد바 وإن كان عادة كلمة tie بتتقالع الممرز اللي عليها تنشن الأفقية والحانجر عادة بتتقالع الممرز اللي عليها تنشن الرقصية لأساس ان الهانجر ده حاجة بنعلق عليها الأوزين عموما سواء الممرز أفقية أو رقصية سواء قولنا tie أو هانجر اللي اتنين بنسبة لنا نفس المعنى بالضبط واللاتنين بيتصمموا بنفس الطريقة وتسليحه حاجة واحد grupo الطاي والهنجر بنسبة لنا حاجة واحدة طيب ازاي اقدر اصمم الطاي او الهنجر تخيل مثلا لو احنا عندنا منبر عليه pure tension والمقصوب بكمل pure tension يعني مفيش eccentricity مفيش ايه يعني لازم التنشن فورس ده يكون بيأثر بالظبط في السي جي بتاع القطاع منبر زي ده دلوقتي مين اللي بيقاوم التنشن الخرصانة ولا الحديد اكيد ليه اتنين اكيد خرصانة والحديد اللي اتنين عليكم تنشن بس عشان احنا عارفين ان مقامة الخرصانة في التنشن تعتبر قليلة فبعد شوية صغرين هتلاقى الخرصانة راح اتمشارخت وانس ان الخرصانة شرخت مين كده اللي بقى شايل كل التنشن الحديد بس هو اللي بقى شايل كل التنشن فعلشان كده تعمل حسابك ان عادة في الطاي لما نيجي نصممها بنعتبر الحديد هو اللي شايل كل حاجة والخرصانة مش شايل لحاجة خالص علشان كده متوقع ان مساحة اسياخ الحديد في الطاي تطلع كبيرة. الحديد هو لشال كل stresses. طبما ان الخرصانة مش هلأ حاجة خالص بنحطها ليه? وبالك الخرصانة هنا مهمة عشان شغالك انها cover لأسياح الحديد. الحديد ده لو مكشوف في الهواء على طول بعد فترة هيصدي. فالخرصانة هنا وظيفتها الوحيدة cover. طبما ان الخرصانة شغالة هنا cover بس يبقى متوقع مساحة الخرصانة تبقى كبيرة ولا صغيرة? طبعا تبقى صغيرة ويتجد دائما ان مساحة الخرصانة بتتوقف على مساحة الحديد. ليه? لان كل الحديد ما يزيد اكيد احتاج اكبر الابعاد شوية بتاعة الخرصانة عشان اعرف اسوبة الخرصانة عشان الخرصانة متعشش. عموما واضح ان احنا لما نحب نصمم هنا احنا هنصمم اسياخ الحديد بس وبعد ما نطلع قرية الحديد بنبتدي نشوف ابعاد الخرصانة تبقى بكام لتقدر تخلينا نصوبة الخرصانة مغير الخرصانة متعشش. ودايما لما نيجي نصمم الطاي بنصمم الطريقة فاكين اول ساعة بنسميها فاكر يعني لازم قيمة التي اللي بتأثر دي يبقى اسمها تي وفاكر التي هتساوي ايه? هتساوي قيمة التي اللي احنا هنحسبها مضروبة في واحد ونص ولو تفتكر لو التي اللي عندك دي كالديد ولايف ساعتك وتقول ان التي دد مضروبة في فان بوين فور زائد التي لايف مضروبة فان بوين سيكس يعني كالعادة عشان تحسب قيمة التي ultimate limit هتحسب التي اللي بتأثر وترجع تضربها في load amplification factor اوفاكين لو ممكن نصميه الفاكتور في سيفتي بتاع اللوت طبع عشان نعرف نصمم كالعادة لو قطعت cross section دلوقتي في الطاي لايش شكل قطاع الخرصانة عامل كده وجوه اسيخ الحديد حاليا نخب بالك القطاع ده كله عليه tension يعني بيتشد والتنشن بيأثر فين في السي جي بتاع قطاع بالزبط لو حابين نرسم الاسترس اللي على القطاع هنا هتلاقي الاسترس اللي على الخرصانة uniform stress بس tension والسترس الحديد برضو يعتبر tension فكين قلنا بعد شوية زغارين اللي بيحصل الخرصانة بتشرخ فبالتالي attention stress على الخرصانة مش هبقى موجود وساعتها الحديد هو اللي هيشيل كل التنشن وزي ما قلنا هو احنا هنا بنصمم ايه في الطاي بنصمم الحديد بس لانه هو اللي شايل طب ازا يقدر صامم الحديد كالعادة بالمعادلة بتاعت الاكليبريم ان ال External Force لازم ساوي Internal Force بس ال Internal Force اللي بتأثر على مين فكين قلنا اللي بتأثر على الحديد بس لان الحديد بس هو اللي شايل طب قيمة External Force فكين قلنا اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن قيمة Tension Force اللي بتأثر على الطاي بس زي ما قلنا دي لازم تبقى Ultimate Limit هتساوي Internal Force اللي بتأثر على الحديد فاكر عادة أنا كنت بحس Internal Force ازاي Stress في Area يعني مفروض ساعتها T Ultimate Limit هتساوي ال Stress اللي بيأثر على الحديد في ال Area الكلية للحديد فاكر Stress الحديد في التنشن كان دايما بيساوي F Field لكن كنت بقسمه على Gama S عشان نحن شغالين بال Ultimate Limit وخب لك الجما S هنا ب1.5 فاكر ما ازاي الاعمدة الاعمدة كان عليها compression لكن هنا فيه Tension قيمة Stress F Field على Gama S لسا هضربها في ال Area ال Area هنا بتاعة الاسياق اللي هي من ساميها AS وخب لك ان الاس هنا مقصوب بها مساحة اسياق الحديد كلها يعني مزاي كاميرات حديد في ناحية واحدة بس لا ده الاس هنا مقصوب بها Total Area of Steel الحديد كله شغال تنشن ده كده قانون التصميم في الحالة دي تقدر تطلع قيمة الاس في حتة لوحدها هاخد F Field على Gama S انزلها لتحت يبس قيمة الاس هتساوي التنشن فورس اللي بتأثر اللي هي اسمها T Ultimate Limit مقصوم على F Field على Gama S وكالعادة وإحنا بنصمم فكين قلنا بنصمم عادة بوحدات نيوتن وملي فالF Field اللي هنا هتبقى وحداتها نيوتن بر مليميتر سكوير والاس هنا هتطلع مليميتر سكوير لكن لو تفتكر قيمة T اللي بتأثر لو قيمة عندك بكيلي نيوتن عشان نحولها لنيوتن هنحتاج نضربها في 1000 اللي هو في 10 قس 3 عموما واضح ان قانون التصميم هنا سهل جدا ان دايما مساحة الحديد هتساوي force على stress طبعا force اللي هي tension force ومقسومة على stress بتاع الحديد انا كده قدرت اطلع مساحة الحديد بكام وزي ما قلنا دي المساحة الكلية عادة بعمل ايه باختار phi وخبالك الفايت في الطاي زي الاعمدة بالظبط من 12 ل25 فاكر يعني يتنفع phi 12 او 16 او 18 او 22 او 25 اختار اي phi فيهم وعادة منفضل الفايت هنبتلك نحط 4 اسياخ في 4 corners ولو تفتكر عشان نخلي قطاع ده symmetric عشان تضمن ان ما فيش عندنا اي من المومنت لازم دايما عدد الاسياخ يبقى رقم زوجي زي الاعمدة بالظبط ليه وعشان تضمن السيمترية هنا انت لو تحط اسيخ نحية المين لازم تحط واحد زي بالظبط نحية الشمال لو تحط اسيخ فوق لازم نحط واحد زي وتحت ده معناه ان عدد الاسيخ دايما هنا تبقى رقم زوجي عشان نحافظ ان القطاع ده يبضل symmetric يبقى الاس اللي عندنا لو طلعت مع مثلا 10.6 سيخ اخدهم ساعت كم سيخ فكن انا اخدهم 12 سيخ بنقرب لقرب رقم زوجي بالزيادة زي الاعمال ده بالزبط ده كده بالنسبة للتسليح الرئيسي اللي بيقاوم tension طب بالنسبة للخرصانة مساحة قطاع الخرصانة اللي بنسمي AC اولا متوقع يبقى كبير ولا صغير انا طبعا هتبقى مساحته صغيرة لان ده وظيفته الوحيدة انه شغال cover للحديد بناخد عدد مساحته الاس هتلاقيه معتمد على قيمة الاس ويتاخد فرنج من 20 ل40 مرة الاس يعني مرة هضرب 20 في الاس اللي انا مطلحها مرة هضرب 40 في الاس اللي انا مطلحها هيبقى عندي رقمين اختار اي رقم بينهم وشوف يتاخد كام في كام الاس غالبا بتطلع صغيرة فعلشان كده عادة بناخد أبعاد لما تضرب 20 مرة في الاس ويتطلع لك رقم ومرة تانية تضرب 40 في الاس ويتطلع لك رقم لو رقمين اللي طلعوا دول فيه بينهم رقم 62500 يبقى عطول هناخد أبعاد القطاع 250 في 250 طب بالنسبة للكنات هنبتلين نحط الكنات ازاي كالعادة هنحط كان الاول بتلف حولين الاسياح كلها بس لو تاخد بالك بحتاج في الطاي احط اي كنات داخلية بقى منحتاج اخلص لان لو تفتكر الكنات الداخلية كتوظفتها ايه كتأول وظيفة لها لو تفتكر ان هي بتعملي اركان هنا فبتعمل تحبس الخرصانة جواها الكلام ده في الاعمدة عشان الخرصانة كان عليها لكن لكن بالنسبة للطاي الخرصانة عليها تنشن وتبقى مشرخة فبالتالي مفيش confinement اصلا فعشان كده بحتاج احط الكنة دي حاجة كمان فكر في الاعمدة كن منحط كنات داخلية لان كان منوظيف الكنات ان هي تمسك الاسياح عشان ما يحصل لها لان فكر في الاعمدة الاسياح كان ممكن يحصل لكن بالنسبة للطاي الاسياح عليها تنشن يعني اصلا مليهاش فعلشان كده ما بحتاج نحط كنات داخلية خالص فدايما في الطاي هنحط كنا واحدة خارجية بس اللي احنا عملنا هذا كده تصميم الطاي هتلاقيه سهل جدا مساح الحديد بتطلع بكم التنشن فورس اللي بتأثر بس خبالك دي وخمسين فمتين وخمسين عدل الاسياح دايما بيبقى رقم زوجي عشان رحب نرس القطاع دا سيمتريك ونحط كنا واحدة خارجية بس ما بنحتاج نحط كنات داخلي بعد ما خدنا تصميم الطاي عايزين نرسم تسليح الطاي بالتفاصيل بتاعته بس قبل منرسم تسليح الطاي كان فيه طور مهم قوي اتكلمنا عليه قبل كده عايزين نفتكره فكان اللي بنسميه development length لو تتكر كان اسمه بالعربي طول التماسك وكون عادة من نكتبه ld فاكر ld دا خدناه في الدرس بتاعت تسليح الكاميرات بالامبريكل واخدناه بالتفصيل في درس تسليح الكاميرات بالممتو فاكر كان ليه قانون كبير ممكن تحسب منه او كان ممكن تطلق قيمه من الجدول لو تفتكر ld دا كان معناه ايه قلنا قبل كده لو انت عندك سيخ حديد مدفون جوه الخرصانة وسيخ الحديد دا عليه tension فاكر tension اللي في الحديد دا بيتنقل على الخرصانة بالتدريج يعني واضح ان قيمة tension force هتساوي force اللي هنا واللي هتروح ها الخرصانة فاكر قلنا قبل كده لو طول سيخ الحديد دا اللي مدفون جوه الخرصانة كان قصير دا معناه ان قيم الفورس اللي هنا اللي بتقص لها خرصانة كبيرة فاكر كان عايبها ايه فاكر قلنا قبل كده ان لو طول اللي مدفون جوه الخرصانة قصير شوية ممكن السيخ اللي عليه تنشن دا يحصل حاجة اسمها pulling out pulling out يعني السيخ دا يفلت برا الخرصانة وبنسميها ساعات slippage يعني ان السيخ تزحل الخرصانة او حاجة تانية ممكن تحصل فاكر قلنا برضو طول دا قصير شوية ممكن يحصل للخرصانة حاجة اسمها splitting ونعنى خرصانة تنفصل عند سيخ الحديد لو تفتكر احنا قلنا قبل كده دايما لو سيخ الحديد مكفون جوه الخرصانة بنيجي عند السيخ اللي عليه اكبر tension ولازم بعدها على القل نمد السيخ مسافة اسمها LD وان قيمة LD تعتبر اقل طول يسمح ان التنشن يتنقل من الحديد الخرصانة او العكس من غير ما يحصل السيخ ده pulling out او يحصل خرصانة splitting ولو تفتكر LD زي ما قلنا قبل كده المفروض ليه قانون طويل نقدر نعوض فيه نحسب بيه بالضبط LD بكام او كان ليه جدول موجود في الكود وفي الاغلب احنا كنا مناخد قيمة LD في حدود 60 الفاي وفاكر يعني ايه 60 الفاي يعني لو انت مثلا شغال هنا بفاي 16 ساعت هاخد الـ 60 في 16 تطلع في حدود 960 ملي يعني في حدود متر يعني خب بالك تاني بتشوف الفاي المستخدم كام وتضرب ها في 60 يبقى دي قيمة LD ده بنحتاج دايما نمده من الـ اللي عليه أكبر تاني وبالنسبة للـ هنحتاج دايما عنده نقطة التخطع الـ مع الممبر الماسك فيه نمده تسليح الممبر مسافة LD لما نحب نرسم تسليح بالتفاصيل افرض مثلا فيه عندنا كامير أفقية ومتشالة على هانجر فكان هنا الهانجر ده عبار عن الممبر عليه تاني والهانجر والتي بالنسبة لنا حاجة واحد افرض مثلا قطاع الهانجر كان مربع أبعاده 250 في 250 وكان فيه مثلا 8 أسياخ مرصوصين زي ما انت شايف حالين عشان نرسم تسليح الهانجر ده في الاليفيجن يعني هنبص عليه من الجنب هتلاقي ان التلات أسياخ اللي موجودين هنا هيبانوا عندنا خط والتلات أسياخ الموجودين هنا هيبانوا خط والسخن اللي في النص هيبانوا خط خبالك دلوقتي بما ان الكامير ده وازنوها رايح على الهانجر ده متشال عليك كأنها متعلقة على الهانجر حاليا دلوقتي اللي يمنع ان الكامير ده تنفصل عن الهانجر هنا وتقع ان احنا هنحتاج تسليح الهانجر ده يتمد جوه ما كفاش الهانجر وهو عادة ما بيكفيش ساعة تبطني الاسياخ ده ياما ناحية الشمال ياما ناحية اللي مين لو انا مثلا انتنتهم كده ساعة تاخد بالك فين الطول الهانجر هتقاس بالظبط من عند نقطة التقاطع الهانجر مع الكاميرا يعني من هنا بالظبط فده معنا ان احنا هنحتاج نمد الحديد المسافة دي كلها لهي الLD طب التلت اسياخ التانين مش برضو بينين خط هنا برضو هنحتاج نمدهم جوه الكاميرا مسافة LD بالنسبة دايما للاسياخ اللي في النص هم كمان هيخش جوه الكاميرا ويتمد مسافة LD لكن امدهم يمين ولا شمال عادة بنمدهم لجوه يعني ايه بنمدهم لجوه لكن عادة بيتعملها انديكيشن هنا في نهاية السيخ نقطة سودة ده انديكيشن السيخ ده لف جوه عمودي على رسم نفسه عشان اضح لك الكلام ده اكتر تعال نرسم 3D يعني مثلا التلت اسياخ اللي هنا هيكمله ويتمد جوه الكاميرا مسافة LD التلت اسياخ التانين برضو هيكمله التحت وتمد جوه الكاميرا مسافة LD بالنسبة للسيخين اللي في النص اللي انا عمل بالازرق هتلاقي ان السيخ الواحد منهم هيتمد الجوه مسافة LD يعني بمعنى صح هيكمل كده والطول ده اكيد مش هيكفي LD فبنرجع نمد ه الفوق تاني بحيس ان الجزء اللي داخل جوه الكاميرا دزق الدزق دي ما بنوش فاحنا بنعملهم اندكيشن ايه دايما ان احنا بنيجي في نهاية الاسياخ هنا في الرسم ونحط نقطة صودة كبيرة ده اندكيشن زي ما قلنا ان السيخ ده لفف للتجاه العمودي على الرسم وعادة السيخين دول بالذات بنيجي في التفريد واحنا بنفرض الحديد بنرسمهم يا مفوض انت عتفرض الحديد ده شكله كده وده شكله كده وده شكله كده وفيه نقطة صودة وتيجي بعد كده على الحديد اللي انت رسمله نقطة صودة ده تقول ان احنا لو بصينا عليه من الجنب هيبقى شكله عمل ازاي وتبقي ترسم بما ان دول في الحقيقة سيخين هبتدي ارسم سيخ منهم الاول وزي ما قلنا بيجي يتمد كده ويجري يكمل كده خبالك المسافة بالضبط من اول هنا اللي هي من الحتة دي بالضبط همد السيخ ده بمسافة دي زائد زائد دي هي دي لد طب السيخ النحية التانية احنا هنفرده برضو فنبعدهم عن بعض ويتمد كل ده وتقول له فين مسافة ال يعني دايما لسيخ اللي في النص اللي بتحط لها نقطة سودة بنيجي في رسمة التفريد نرجع نبص عليها من الجنب ونرسم التفصيل بتاعها بالضبط طب بالنسبة للسيخ اللي معمولة بالأحمر دي اللي أنا اتنتهم يمين وشمال يستحسن لما نيجي نتني السيخ الحديد مسافة ال دي نتنيهم لبرا زي ما احنا رسمين ولا نتنيهم لجوه مثلا بالمنظر دا الاتنين انشاء صح بدل مادة الحديد جول كمرا مسافة ال دي مفيش مشكلة مش هتفرق معكي مين ولا شمال لكن بصراحة بتفرق معنا في الصد في الحالة دي لو انت تنتل سيخ لجوه هو مش غلط لكن اكيد هيبقاش على الخرصانة واحنا بنصب في المنطقة دي علشان كده احنا بنفضل وانت بتمد الحديد اللي دي تمد الحديد لبرا عشان توسع الاخرصانة اكتر لكن الاتنين صح في الاخر لو احنا نشوف شوية applications للتايز والهانجر يعني معنا صح نشوف ممكن نقبلهم فين في الحقيقة في مثلا مثال مشهور عن ده نسميه هانج بيمز هانج بيمز يعني ايه يعني كاميرات ممكن تقابل الكلام ده مثلا في المصانع تخيئ مثلا لو احنا عندنا مصنع بيكون من ايه frame خرصانة زي اللي انت شايف ده بتكرر كل spacing ولو تفتكر كنا منيجي بعد كده نحط الكاميرات secondary وبلطات مكملة من الاول الاخر وعادة ان العمال بيبقوا شغالين هنا طيب احنا عايزين نعمل صف مكاتب لمهندسين والقدريين ممكن نعمل ايه ممكن نيجي من العمود مثلا نطلع الكاميرا خبالك الكاميرا دي هاي كمان بتكرر كل spacing ومتشلع العمود فخبالك ان الكاميرا دي والعمود ده بيتكرر كل spacing لكن هنيجي فوق هنحط بلطات وكاميرات مكملين من الاول الاخر بحز بالنسبة لنا تعتبر camera simple supported يمين واشمال وزي ما قلنا متشلع العمود بتاع frame الناحية دي ومتشلع العمود ده كمان الناحية دي اللي هو الشكل ده عشان اقدر اصمم العمود فاكر كان المفروض اعمل ايه هاجي للبلطات اللي هنا اعمل لها load distribution واحسب اللود اللي هي اسرع الكاميرا فاكر بنحط load هنا load for share ومنه كنت بجيب reaction الكاميرا اللي هو هيتقلب compression force على العمود فاكر كنا ساعتا بناخد قيمة R بتاع الكاميرات واضربها كمان في 1.1 فاكر قلنا عشان نزود عليه وزن العمود ونصمم العمود بقانون P ultimate limit ده حل من الحلول لو انت عايز تعمل مكاتب في المصنع لكن فيه عيب ايه هو ان هو قلل لك مساحة المصنع ساعتا بدل العمال ما كان هشتغلوا على قرية المصنع كلها هشتغلوا في الاريا دي بس طب نقدر نعمل حل تاني نعمل بيه برضو المكاتب دي وما نقلل مساحة المصنع ان احنا ممكن نخلي المكاتب موجودة فوق عشان العمال يقدروا يشتغلوا في الاريا دي كلها يعني بمعنى صح هنيجي من الفريم ده ننزم منه two hangers ونيجي بين two hangers نحط كاميرا وخبالك ان الهانجر دي والكاميرات بيقرار هما كل spacing مع الفريم ونيجي فوق الكاميرات نحط بلاطات وكاميرات secondary دول بيقوم مكملين من الاول على ايه بعد ما تبقى منشال على الأعمدة دي منشال على الهانجر يعني منتعلقة من فوق في الحالة دي عشان اقدر اجيب التنشن على الهانجر ده كل هعمله هاجي للبلاطات دي اعملها load distribution واحسب اللود اللي بيقى السرعة الكاميرا فاكين برضو بيقى load for share واحسب منه reaction الكاميرا وخبالك reaction الكاميرا بكان بالضبط فاكين دي قيمة T اللي على الهانجر لما تضربها 1.5 تبقى دي T ultimate limit اللي بيستخدمها في التصميم ده اشهر مثال اللي بنسميه hanged beams زي ما قلنا تقدر تعمل المكاتب هنا طبعا بيطلعولها بسلم جانبي او اي حاجة لكن في نفس الوقت الarea نفسها هنا بقت كبيرة لما اللي يقدروا يشتغلوا في المساحة كبيرة دي كلها طب لو احنا عايزين نرسم تسليح الهانجر ده تعال مثلا نقطع الجزء بتاع الهانجر والكاميرا والفريم ونكبره شوية انا اللي يهمني دلوقتي اشوف الهانجر والفريم عمل ازاي والهانجر والكاميرا عمل ازاي تخيل مثلا لو قطع الهانجر بعد التصميم والثلاث اسياخ دول هيبانوا برضو خط والسيخين دول هيبانوا خط طب عشان نرسم التسليح ده انا ببقى خايف ان الهانجر ده يفلت من الفريم وكمان خايف ان الكاميرا تفلت من الهانجر فكان لازم تسليح الهانجر يتمد جوه الفريم مسافة LD وكمان يتمد جوه الكاميرا مسافة LD فلما نجي نرسم مثلا الثلاث اسياخ العالمين زي ما قلنا هيبانوا خط التسليح ده هيبقى عامل ازاي هيتمد جوه الفريم مسافة LD قلنا يعني الطول ده زائد الطول ده هو ده الLD عندنا هو ده 60 الفايل طب امدهم يمين ولا شمال فكن انا بنفضل امدهم لبرا عشان ده احسن في الصب طب بالنسبة الكنيكشن بين الهانجر والكامير اللي تحت برضو محتاج امد تسليح الهانجر جوه الكامير مسافة LD يبقى الطول ده كل هو ده LD طب التلت اسياخ التانين اللي ناحية الشمال برضو همدهم LD وفاكين قنا يفضل لبرا ليه عشان يبقى احسن في الصب لكن فاكين بعملهم انديكيشن ازاي راح جاي احطت نقطة صودة كبيرة هنا انديكيشن هو تمد LD في التجاه العمودي على رسمة ورجع لتحت تاني وتحت برضو هنا هيبقى نفس كلمة حط النقطة صودة تحت ده كده شكل التسليح بتاع الهانجر طب لو احنا عزين نرسمه في التفريد هترسم نفس الشكل بالزبط طب تعال عشان اضحه لك اكتر ارسم لك الجزء ده في الثري دي فاكين قلنا التلت اسياخ العالمين اتمدوا LD جوا الفريم التلت اسياخ العشمال اتمدوا LD نحية التانية جوا الفريم بالنسبة للسيخين اللي في النص المعمولين بالازرق فاكين قلنا السيخ ده هيتمد في الاتجاه العمودي على الرسم مسافة LD يعني لسه هيكمل كده ويرجع كده السيخ اللي قدام ه نحية التانية هتمد كده ويرجع كده وزي ما قلنا لما جيت ابص على الرسم من ال يعني من هنا مش هشوف الجزء ده ولا الجزء ده عشان كده حط نقطة صودة هنا لكن زينا اتفقنا هتيجي اللي دي هتبقى منين لفين في ملء امثلة مشهورة برضو بالنسبة للتاي او الهانجرز حاجة بنسميها Polygon Frames ال Polygon Frames ده ان شاء الله هنتكلم عليها النهاردة بسرعة وناخد بس تصميم التاي اللي فيها لكن ده ان شاء الله لسه هتدرس بالتفصيل في دروس متقدمة شوية في حاجة اسمها Systems عموما بها فريمات مضلعة ودائما ايه المقصوب بالPolygon Frame دعبار عن Frame عايزين نخلي شكله عكس الBending Moment ايه الميزة ان انت تخلي اي Structure شكله عكس الBending Moment انت في الحالة دي بتلغي الBending Moment وبتحوله عندنا لCompression Force وTension Force بس طب ايه الميزة نبقى عندي compression وTension بس من غير ما بقى كمان شوية صغارين لكن اشهر Polygon Frame ممكن تقابلها نوعين حاجة بنسميها Triangular Polygon Frame يعني عبارة عن Frame مضلع لكن شكله مسلس عشان يبقى بالزبط عكس الBending Moment وفي نوع تاني عندنا بنسميه Trapezoidal Polygon Frame ده برضه بيتخد شكله عكس الBending Moment لما الBending Moment يبقى شكله Trapezium بتاعنا بتجي Triangular Polygon Frame عشان نفهم الConcept نفسه تخيل مثلا لو احنا عندنا Camera Simple support ناحية الشمال وناحية الMine والكاميرا تشغل Concentrated Load في النص بالزبط 5F ولا في النص بالزبط يعني الطول يمين وشمال سيبقى زي بعض مسافة دي L على 2 ومسافة دي L على 2 لو احنا نرسم بن وممت على الكاميرا دي فاكر شكل بن وممت هيبقى عامل زي هيبقى برعا مسلس ليه تحت وشكله عامل كده بالزبط قيمة البن وممت اللي هنا تقدر تحسبها لنا وبالك الرياكشن ده هيبقى F على 2 لو افتح حسبة الممت هنا هتقول F على 2 في L على 2 فكبتطلع F في L على 4 أوسعة انتوا كنت تحفظينا P في L على 4 المهم البن وممت اللي بيأثر في النص ده هنسميه M نود ده مقصوب به مومنت اللي في النص بالزبط عند الكاميرا تخيل مثلا لو احنا عايزين نصمم كاميرا زي دي بيأثر عليها مومنت كبير جدا فمتوقع في التصميم يطلع دبسها كبير ويطلع كمان تسليحها تقيل فتبقى الكاميرا مكلفة وخصوصا لو اسبانها كبيرة قوي توصل مثلا لحد 16 متر ولا حاجة طب ما احنا اوفر لنا نعمل حاجة تانية اننا عشان اقدر اشهيلي اللوت ده وبرضو نفس الاسبان كان ممكن اخلي شكل الكاميرا بتاعتي مسلس لفوق عشان يبقى بالزبط عكس البن المومنت اللي كان هيتلع الكاميرا دي وبرضو سبورت بداحية الشمال وناحية اللي مين لو انا حطيت هنج هنا وهنج هنا وجيت في النص بالزبط حطيت نفس الكونسنتريتد لوت اللي قيمته F المنبر الناحية دي والمنبر الناحية دي هيبقى فيهم اي حاجة بتتني عشان يبقى عليها بين المومنت هتلاقي مفيش عندنا حاجة بتتني خالص انت كل اللي هيحصل ان الفورس الاف في دي هتتحلل تعمل كومبريشن على المنبر ده وكمبريشن على المنبر ده يعني يعني المنبر زول بعليهم كومبريشن فورس ومعليهم شي بين المومنت طب ايه الميزة ساعتها لما تيجي تصمم السكشن ده انت هتصممه زي العمود بالزبط بقانون بتاع البي ultimate limit هتلاقي ان ابعاد القطاع والتسليح اقل بكتير من لو كان تنفس كامرة بس هنا تاخد بالك من حاجة لما انا خدت السابورت هنا هنج مش ده معناه ان الرياكشن هنا هيبقى واي و اكس هنا هتكتشف ان المنبر ده يشبه اول لينك منبر يعني ايه يعني عن طريق قيمة الواي والاكس دول لو انت وقفت حسبت البن الم掉 عند اي نقطة هيساوي الي في المسافة ناص اكس في المسافة هتطلع بزيرو عند اي نقطة حتى التجينت اللي في النص لو افتحinkles هنا هتلاقي الي في المسافة دي ناص الاكس في المسافة دي هتطلع بزيرو برضو فعلشان كده البن المهمت هنا كان بيطلع بزيرو تاني اتفاقنا الميزة ان المهمت يبقى بزيرو ويبقى عندي كمبريشن بس إن أنا لما جي أصمم القطاع ده هتصمم كأنه عمود هيطلع قطاع أبعده صغيرة وتسليح ما هواش كبير قوي في الحالة دي هبقى أرخص بكتير ما لو كانت نفس كاميرا أفقية هنا بس لو تاخد بالك أنا هنا خدت السابورس بتاعت البوليجون فريم مبارا عن إيه هنج وهنج ودي بصراحة هتعرف بعدين لما نيجي ندرس سيستمز إن شاء الله ده حل مش مفضل قوي لأن الحال ده هعملي مومنت على الأعمدة بتاعت الفريم هنفهم الكلام ده بالتفصيل بعدين أنا اللي يهمني إن أنت تبقى عارف إن إحنا بنفضل في البوليجون فريمز بدل ما أخد السابورس هنجد هنجد إن أنا أخد ناحية هنج وناحية رولر فلو أنا خدت الناحية دي رولر سابورت مثلا متوقع إيه اللي يحصل فاكر الرولر سابورت ممكن تتحرك أفقي فأنا بقى عندي مشكلة إن الكونسنتريتد لود اللي أنا بزق بيه لتحت ده وعندي سابورت ده ممكن يتحرك أفقي هتلاقي إن الفريم ده ممكن يتفتح ورولر سابورت دي تتحرك لبره طب إيه المشكلة إن الفريم ده تفتح؟ المشكلة سأتا إن الميمبر ده والميمبر ده بقى عليهم بن المومنت إزاي؟ يعني لما جينا حتى نحسبها كستركشور انت عفنا هنا خط ناحية هنج وناحية رولر انت عرف إن عند رولر الـ X تبقى بكام الـ X هنا بزيرو فبالتالي عند الهنج هنا الـ X تبقى بكام هتبقى بزيرو فلو إحنا جينا عند الهنج دلوقتي حسبنا قيمة الـ Y وزي ما قلنا الـ X هنا هتطلع بزيرو في الحالة دي لو إنت وقفت حسبة البن المومنت عند أي نقطة سيء مثلا في الموس هتساوي إيه؟ الـ Y في المسافة ومعنديش X في المسافة في الاتجاه العكسي فبالتالي هبقى فيه عندنا قيمة بن المومنت ولقها فتكتشف إن في الحالة دي هبقى فيه عندنا مومنت على الفريم قيمته بالضبط قد الـ M نود إنت أخذ بالك لو المومنت هنا قد هنا بالضبط يبقى إحنا موفرناش حاجة في الفلوس لأن المومنت بقى كبير ده كمان إنت خليت الكاميرات مالة فبقت أصعب في التنفيذ فعلشان كده الـ Polygon Frame عشان تضمن المعلوهوش بين المومنت لازم يبقى حاجة من اتنين يقيمة السابورت بتاعه هنجد هنجد وزي ما قلنا دي مش كويسة أو ليه لأن دي بتقلب مومنت على الأعمدة زي ما هنفهم بعدين أول حل اللي إحنا منفضله إن إحنا نأخذ ناحية هنجد وناحية التانية تبقى رولر سابورت لكن نحط بينهم لينك ميمبر اللينك ميمبر الأفقي اللي أنا حطيته دلوقتي ده ووظفته إيه إن هو يمنع الرولر دي أنها تتحرك لبرة بحيث إن إحنا لمنزوق فورس هنا دلوقتي الرولر دي عايزة تتحرك لبرة لكن إحنا مسكنها باللينك ميمبر ده اللينك ميمبر ده منع رولرنا تتحرك لبرة فمنع إن يبقى فيه بين ومومنت على الفريم لكن في الحالة دي الميمبر ده هيبقى عليه تنشن ولا كومبريشن طبعا في الحالة دي هيبقى بيتشد يعني بمعنى أصح عليه تنشن عشان كده ده بالنسبة لنا يعتبر طاي يعني البوليجون فريم أشهر حاجة أنت تخلي سابورس ناحية هنج وناحية رولر وفي نفس الوقت تحط بينهم طاي هبقى إيه المطلوب منك؟ أنت تعرف تحسي قيمة التنشف فورس اللي بتأثر على طاي دي وتعرف تعملها ديزاين وكمان تبقى عارف التفصيلة اللي عند نهاية الطاي وتقطعها مع الفريم هتبقى عاملة إزاي بالنسبة لترابيزايدا البوليجون فريم فاكدوا أنا ده برضو بوليجون فريم نفس الكونسب بالظبط لكن شكله ترابيزيوم ده بنحتاجه إمتى؟ لما الاسبانات تزيت شوي تخيل مثلا لو أنا عندي كاميرا سابورتد على توسابورس يمين وشمال وكان اسبانها كبيرة جدا ممكن توصل لـ 24 متر الكاميرا دي لو شال 2 concentrated load قد بعض بالظبط يعني F هنا وF هنا وخبالك مش شرط 2 forces دول يبقوا عند التلت الطول وتلت الطول وتلت الطول لكن اللي همنا إن الكاميرا يتبقى symmetric يعني الطول ناحية الشمال بالظبط قد الطول ناحية الميت في الحالة دي لو حابقا نرسم بين المومنت على الكاميرا مش هبقى شكل بين المومنت ده ترابيزيوم هتلاقي شكله عامل كده بالظبط ده شكل المومنت وقيمة المومنت هنا تبقى بكام خبالك لو الطول ده قد الطول ده قد الطول ده ساعتها المومنت ده هيساوي F في L على 3 أو ساعتك تسموه P في L على 3 لو مش عند التلت بالظبط انت كنت هتعمل ايه هتحسب قيمة reaction اللي هي ال-F وتقف تحسب المومنت من هنا ساعتها المومنت هيساوي ايه ال-F في L واحد فاطلع ال-M نود هنا F في L واحد عموما انت يبقى ساهل عليك قوي تحسب البن المومنت سواء انت هتبقى حافظه لو عند التلت بالظبط أو تقدر تقف تحسبه كاميرا زي دي دلوقتي اسمانها 24 متر وشال 2 concentrated load cobar متوقع لبن المومنت يبقى كبير جدا لو جينا نصمم كاميرا زي دي هتطلع ديبس كبير أو ممكن يطلع فوق ال-2 متر وكميات تسليح رهيبة يعني كاميرا مكلفة قوي الارخص بالنسبة لنا ان احنا ممكن نعمل ايه نعمل فريم شكله عكس البن المومنت اللي كان واقع على الكاميرا دي بالظبط يعني معنى صح نعمل فريم شكله ترابيزيام لفوق طب فريم زي ده لو حاطة supports hinged hinged بالمنظر ده وزي ما اتفقنا هيشيل نفس ال-2 concentrated loads بالظبط عند ال-2 joints ايه اللي هيحصل ساعتها هتلاقي الفريم ده كله على compression الممبر ده هبقى عليه compression قيمته بيه وحتى ال-2 members المقالين هبقى عليه compression force فكينو انا في الحالة دي لما نيجي نصمم القطاعات هتطلع بعد القطاعات أصغر بكتير وتسليح قلب كتير لان انت هتصممها زي الاعمال ده بالظبط بالقانون بتاع ال-p ultimate limit ولو تفتكر قلنا قبل كده ياما بناخد two supports hinge hinge ياما احسن لنا ناخد ناحية hinge وناحية roller ونحط بينهم تاي فكين تاي في الحالة دي هيبقى عليها تنشن يبقى ده معناه ان الفريم اللي قدامي ده ما بقاش عليه بينه مومنت خالص لكن الممبر ده بقى عليه compression والتاي تحت عليها تنشن انا عايز اعمال ايه عايز احسب قيمة compression اللي على الفريم فوق والتنشن اللي عطايا تحت طب احسب قيمة p والتنشن اللي عطايا ازاي هترجع تبص على البدن المومنت اللي موجود على الكاميرا دي اولا هو مين اللي تنفس في الحقيقة احنا اللي هننفزه في الحقيقة الفريم اما ايه المومنت ده ده المومنت اللي كان هيبقى واقع على الكاميرا لو كنا نفزناها افقية بتعرف تحسب قيمة m نود ولا لأ زي ما قلنا هاجيب ال-f اللي هو reaction واضربه في ال-L واحد هجيب قيمة ال-m نود بكام على طول يعني قيمة ال-m نود عندي تخيل انت كده لو رحت جاي خليت الفريم شكله عكس البن المومنت ده زي ما قلنا هبقى شكله تربيزية من لفوق وهناخد support ناحية hinge وناحية roller ونحط بينهم tall اللي حصل الفريم في الحالة دي ما بقاش عليه بين المومنت لكن الممبر اللي فوق بقى عليه compression والتي تحت بقى عليه attention وخبالك اما سافر رأسية بينهم بنسميها edge مثلا في الحقيقة لما خلينا شكل structure عكس البن المومنت ده البن المومنت ده اتحول لcouple يعني ايه اتحول لcouple يعني اتحول لtwo forces هنا وهنا ومسافة بينهم edge يعني ال-m نود ده اتحول لcompression force فوق بتسويها وبتوازيها attention force اللي تحت والفرق الرأسي اللي بينهم كان edge خبالك الكابل اللي ترسم هنا ده اللي بيأسرع ال-polygon frame قمته بالزبط قد قيمة ال-m نود اللي كان واقع على الكامر يبقى نفهم من كده ايه ان لو انا للوقت ضربت قيمة compression force في المسافة دي هيطلع لي قيمة كام ال-m نود طب لو كنت ضربت قيمة tension force في المسافة دي برضه هتطلع قيمة ال-m نود يبقى احنا فهمنا كده ان compression اللي فوق لو ضربت في ال-h هتسوي tension اللي تحت لو ضربت في ال-h هتسوي قيمة ال-m نود انا عارف مين من دول انا عارف قيمة ال-m نود وكمان عارف ال-h اه ده رحسي قيمة tension و compression ولا لأ ساعتها نقول ان compression اللي فوق هتسوي tension اللي تحت هتسوي ال-m نود على ال-h فكرني ايه ال-h قلنا ال-h اللي هو مقصوب بيه ارتفاع ال-polygon frame طبعا ده هيبقى عندك ايه ال-m نود فاكين قلنا ال-m نود ده ده المومنت اللي هيقصر على الكاميرا لو كانت اتنفذت افقية يا ده مومنت تخيلي في الاخر لانه هتنفذ في الحقيقة ال-polygon frame يبقى لما حيب احسف ال-polygon frame لازم اجيب مومنت الكاميرا التخيلية اللي هتشيل نفس اللود بالزبط لو بنسميه m نود واقسمه على ال-h اللي هو ارتفاع ال-polygon frame اقدر ساعتها احسب compression لفوق وال-tension اللي تحت وانس ان انت عرفت قيمة التنشن على الطاي هتضربها هنا في 1.5 تبقى هادي تي ultimate limit وتقدر ساعتها تصمم الطاي عادي خالص وتطلع على التسليح بتاعها تعال ناخد مثال على ال-polygon frames ونشوف هنصمم الطاي ازاي ونشوف عند تقطع الطاي والفريم نفسه التسليح بتاع الطاي هيبقى عامل ازاي تخيل مثلا لو جالك في الدراسة polygon frame شكله عامل كده بالزبط trapezium وزي ما قلنا supported ناحية hinge وناحية roller وفي بينهم طاي وال-polygon frame ده عنده joint بالزبط كان شال concentrated load 400 كيلي نيوتن وكان بيقولي ان دي ultimate limit يعني مش محتاج ارغى ضربة تانية في 1.5 وعند الجوينت التانية كان 400 بالزبط خد بالك انها لازم بيئة symmetric وكان span ال-polygon frame بالكامل 15 متر كانت تكنين concentrated load دول عند التلتة والتلتة بالزبط وارتفاع ال-polygon frame من compression لفوق لل-tension اللي تحت كان بتصوى 4 متر هادي ال-H اللي عندنا المطلوب المطلوب ان انت تحسب قيمة التنشن اللي في الطاي بكم اللي هي T ultimate limit وبعدين تصمم الطاي وكمان ترسم التسليح بتاع الجوين دي فاحنا اول حاجة عايزين نعرف نحسب التنشن اللي على الطاي بكم فاكين قنا في ال-polygon frame ده انت كنت تحافظ ان التنشن اللي على الطاي بكم بتسوي M node على ال-H طب ال-H ب4 متر ايه ال-M node فاكين قنا ده مومة الكاميرا التخيلية لو كانت افقية فانت هتيجي هنا تتخيل ان في عندنا كاميرا افقية supported تمال ويمين وسبانة 15 متر زي ال-polygon frame بالزبط وتروح جاي هنا وهنا تسقط ال-to loads دول يعني هتحط 400 كيلو نيوتن هنا و400 كيلو نيوتن هنا على بعد كام خمسة وخمسة وخمسة وتيجي للقاميرا دي ترسم البنة مومن بتاعها فاكين قنا قناها هيبقى شكل وطرابيزيوم هيبقى عامل كده بالزبط فاكين قنا قناها قبل كده لو concentrated loads دي بتأثر في التلت بالزبط يبقى ال-M node هتبقى بكام هتسوي P في L على 3 ال-P اللي هي بربعمية وال-L اللي هي الخمستاشر متر كلها هيكي انك بتقول ربعمية في خمستاشر على 3 هتطلع في الاخر بألفين كيلو نيوتن متر او كم ممكن لو انت عايز بعد ما تحفظ القانون بتاع P في L على 3 تحسب ال-reaction اللي هو هيبقى بكام هيبقى بربعمية وتوقف تحسب المومنت هنا هتسوي ربعمية في خمسة فتطلع هي كمان بألفين كيلو نيوتن متر مومن هتبقى سهل عليك قوي تحسب ال-M نود وانس ان انا جبت ال-M نود يبقى انا كده بقيت فاهم ان ال-compression فوق هنا هتسوي التنشن تحت هنا هتسوي كام M نود على H بكامل M نود في المثال ده قلنا 2000 كيلو نيوتن متر بكامل H كانت 4 متر لما تقسم 2000 كيلو نيوتن متر على 4 متر هتطلع ال-compression بتسوي التنشن بتسوي 500 كيلو نيوتن واخد بالك تاني المومنت هنا كان كيلو نيوتن متر وقلتش كب المتر فطلعت في الآخر T هنا بكيلو نيوتن وليه T دي ultimate limit على طول ليه ما رجعتش ضربها تاني في 1.5 قلنا لان اللوتز اللي كتجيفن عندنا في المثال ده كانت already ultimate limit يبقى انت فهمت ان التنشن على الطاي هنا ultimate limit ب500 كيلو نيوتن تقنيع بكيلو نيوتن مش بالنيوتن تقدر في الحالة دي بعد ما جبنا التنشن على الطاي نصمم الطاي فاكر انا كنت بصمم الحديد وبعد كده بتطلع مساحة الخرصانة فاكر الاس اللي هو مساحة الحديد الكلي بتاع الطاي احنا كنا حافظين ان هو بيساوي كام التي ultimate limit مقسوم على الف ييلد على الجاما اس طب التي ultimate limit هتبقى بكام هتساوي 500 في 10 أس 3 فاكر ليه درقت في 10 أس 3 لان انا في الديزاين دايما بشتغل بين نيوتن والميلي بما ان تي دي بكيلو نيوتن فانا محتاج لسه اضربها في 1000 هرجع سمع الاف فيلد اللي هي مسلا كابل 350 على الجاما اس قلنا الجاما اس مع الطاي هتبقى ب1.15 زي زي كاميرا بالزلط حسبت الاريا هنا طالت مسلا بتسوي 1642 مليمتر سكوير عشان تيجي تشوفها كام في كام بتختار في انا مسلا اخترت في 16 لما قسمت الاريا اللي عندي على مساحة سيخ الواحد من في 16 تلع عدد الاسياخ مثلا 8.4 سيخ اخدهم 9 اسياخ فكام قلنا لا انت لازم دايما يبقى رقم زوجي عشان القطعي بأسيمتريك فالف 8.4 دول هتطر اقربهم لا اقرب رقم زوجي بالزيادة فنطرنا اخدهم 10 اسياخ بعد ما طلعت الاريا ستيل عايز اطلع الاريا كونكريت فكام قلنا بناخدها في حدود من 20 ل40 مرة الاريا ستيل يعني هتبقى من 20 ل40 مرة مضروف الاريا ستيل اللي هي 1642 مرة ضربت العشرين في 1642 طلعت الاريا كونكريت بتساوي 32 ألف مليمتر سكوير مرة تانية لما ضربت 40 في 1642 طلعت مثلا الاريا كونكريت بتساوي 65 ألف مليمتر سكوير انت اخذ بالك ان رقم 62500 اللي هو عبارة عن 250 في 250 يعتبر رقم موجود بينهم ولا لأ يبقى أنا أسهل حاجة بالنسبالي اخذ ابعاد القطاع ده على طول طب تقدر ترس الحديد في القطاع ده بما ان تسليحا دي عشر أسياخ كالعادة هبتدي حط أربع أسياخ أور كورنرز هبقى لنا كم سيخ من العشرة هبقى لنا ستة الستة ده ما قبلش الإسماع لأربعة فأنا مايفعش حط الحديد هنا وهنا 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 قضي بعض بالزبط لكن الستة دي عشان نقدر رصها سيمتريك فكي نقلنا نصها ثلاثة يبقى أنا أحسن يقسم الستة دي أربعة واثنين ممكن الاربع مثلا أقسمهم أحط اتنين فوق واثنين تحت والاثنين التانين أحط واحد يمين واحد شمال يبقى أنا كده قدرت أرس العشر أسياخ بالزبط وضمنت ان القطاع ده سيمتريك فكي بنسبة للكنات كنات 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 دخليه في الطاي ده كده تصميم الطاي ورسم تسليح في كما طلوب مني في المثال ده كمان ان انا ارسم تسليح الجاين دي اللي هي الكونيكشن بين الطاي والفريم فهنا هتدي أول حاجة ارسم سنتالين الفريم الأول طبعا الميل ده هتعرف تجيبه لانت هيبقى عندك الطول الرأسي والطول الأفقي وكمان ترسم سنتالين الطاي ونرسم كمان سنتالين العمود حتى لو هنرسم العمود نفسه أول حاجة بالنسبة للطاي هتدي أعمل خطين هنا أنا كأن يبصص على الطاي من الجنب فكينا هكونا مطلعين أبعاد الطاي 250 ملي في 250 ملي يعني العرض اللي انت شايف ه 250 ملي اللي هو هيبقى 25 سنتي بالنسبة للممبر بتاع الفريم لو كان الطلب تصميمه فكينا هنصممه بقانون P Ultimate Limit زي زي الأعمدة وساعتها هتبقى أنت عارف أبعاده وترسمه لكن لو حصل وما اتطلب انت تصمم الممبر بتاع الفريم ارسم عرضه أي حاجة ممكن تاخد عرضه في حدود 40 سنتي يعني بتمش 20 من هنا 20 من هنا بالنسبة العمود في المثال ما اتطلب تصميمه فأنا ممكن ما ارسموه أصلا لكن عامة كده أنا عايزك تاخد عرض العمود مبدئيا في حدود 40 سنتي ده لو ما اتطلب تصميمه يعني معنا صح المسافة من سن طلال العمود لحد نهاية العمود هتبع 20 سنتي بالزلط بالنسبة للجزء ده بتاع الرولر سابورت الرولر سابورت ليها تفصيل هندرسها بعدين ان شاء الله في الدرس بتاع تسليح الفريمات عموما الرولر سابورت عادة بنحط لها جزء اسود كده زي ما انت شايف ده حاجة بنسميها نيو بريم بليت حاجة بتشبه كده الواح المطاط ومنظر ده هتشوف كتير في الكباري ان شاء الله هنتعلم نيوتن ليها قيمة الف اللي هنا بالزبط قيمة الرياكشن اللي هنا ده لما تيجي تفكر كده بيأثر على طول الخرصانة هنا قليل لان الجزء ده الواحده 25 سنتي يعني ده يبقى بس 30 سنتي غالبا الرياكشن الكبير قوي ده هيكسر الخرصانة هنا فاحنا بنعمل ايه في نهاية البيجون فريم اللي تعتبر عند نهاية العمود وبنطلع هنا بخرصانة الطول ده كله الطول ده بيبقى على الاقل في حدود 60 سنتي عدد من بناخده فرنجي من 60 سنتي ل1 متر مشي دلوقتي 60 سنتي يبقى انا طلعت من نقطة دي في حدود قد ايه 60 سنتي ورجعت مشيت افقي تاني لحد ما خبطت في الفريم الجزء مع البوليجون فريم ده موجودة مع اي حاجة فيها زاوية حد يعني قل من 90 درجة between two members خرصانة الحتة دي عادة يفضل نعمل ايه ان احنا نيجي في نهايتها نعمل شطفة صغيرة كده والشطفة دي بيبقى طلعة في حدود كم سنتي في حدود عشرة سنتي ليه لانا ما تيجي نصب الفريم فبتحتاج تعمل ايه بتحتاج تعمل شدة خشب الفريم طب الجزء اللي تحت بنشدة الخشب هيتعامل كده بالظبط عبر عن الواح خشب لو احنا جينا حطينا الواح الخشب دي وبعدين صبينا الخرصانة بتاعة الفريم بعد الخرصانة دي ما تنشف مش بنحتاج نفك الواح الخشب فعادة بنعرف ان احنا بعد ما نصب بالطاي واحنا بنعمل الشدة خشب بتاعة الفريم هنيجي دايما اول لوح نخلي عمودي على الطاي واخد بالك لوح الخشب احنا قلنا عرضه بيقى في حدود كام 10 15 سنتي فاحنا بناخده هنا في حدود 10 سنتي وبعد اول لوح ده ما تحط عمودي على الطاي بنرجع نحط بقية الالواح التانية عادي ونصب بالفريم طب انا لما صبيت الفريم دلوقتي بعد الفريم ما نشف هنقدر نفك الالواح اللي محطوط على المايل وكمان هيبقى سهل بالنسبة لنا نفك اللوح العمودي على الطاي يعني ده بس لي علاقة بالتنفيذ عشان نعرف نفك الواح الخشب عادة المسافة دي زي ما قلنا هتبقى في حدود كام 10 سنط اللي هي مقصوب عرض الواح الخشب وده تاني افتكر كده ان هي بتتعمل بس عشان نعرف نفك الواح الخشب فلو انت في الدراسة نسيتها وخليتها زاوية حد مفيش مشكلة خالص عموما لو ده كده شكل الخرصانة تعال نرجع نرسم وحتى مش محتاجين نرسم العمود لان احنا مصممناهوش ابتدي زي ارسم جزء الخرصانة ده اول حاجة زي ما قلنا هبتدي ارسم السنتا لين فهرسم السنتا لين بتاع الطاي وهرسم كمان سنتا لين العمود معاني مش هرسم العمود نفسه وهرسم كمان الجزء المائي بتاع الفريم ونبتدي بالنسبة للطاي نحط خط فوق وخط تحت زي ما قلنا الفرق بينهم قد 25 سنتي ونيجي نبتدي نحط خطين خفاف كده بيعبره عن تخنت الفريم لو ما طلبش منك تصميم الممبر بتاع الفريم زي ما قلنا اخده في حدود 40 سنتي بالنسبة للعمود انا مش هرسم العمود نفسه لكن فكين قلنا لو احنا اخدنا عرض العمود في حدود 40 سنتي يبقى من سن طلعنا العمود لحد نهاية العمود هتبقى في حدود 20 سنتي فاكر الطول ده كان يهمني في ايه ان انا باجي عند النقطة دي بالذات وابتدي اطلع رأسي فاكر بنطلع رأسي في حدود قد ايه في حدود 60 سنتي تقريبا عشان نقدر نقام الشير وبعد ما تطلع الخط ده في حدود 60 سنتي بترجع تمشي افقي تاني لحد ما تخبط في الخط بتاع الفرين بالنسبة للزاوية الحد اللي هنا قلنا هنروح كيين عمين شطفة صغيرة كده خط صغير بيبقى عمودي على الطاي طوله في حدود كام 10 سنتي وان عشان شدر الخشب ولو نسيت تعمل الجزء ده وخليت لزاوية حد ده مفيش مشكلة بعد ما عملت الكلام ده بخطوط خفيفة هتقدر تتقل بعد كده على الخرصان يبقى انا كده رسمت الخرصان بتاع الجزء الطاي وتخطحها مع نهاية الفرين تقدر ترسم التسليح خبالك في المسال ده احنا صممنا الطاي بس فبالتالي هنرسم تسليح الطاي بس خبالك ان الممبر بتاع الطاي ده عليه تنشن لكن الممبر كان علي كومبريشن يعني المنطقة دي عليها كومبريشن فاحنا بنفضل دايما ان تسليح الطاي ده هيجي عند نهاية الطاي وانتعرف انه لازم يتمد اللي دي بنفضل دايما نخلي اللي دي تتمد وتفضل تتمد لحد ما توصل للمنطقة اللي فيها كومبريشن هنا حتى لو طول ده زاد عن اللي دي مش مشكلة بس عشان اوصل منطقت الكمبريشن ليه عشان اخر سان هتكلبش في الحديد اكتر فاضمن اكتر من تسليح الطاي ده عمر ما هيفلت فاكر في الاجزامبل ده تسليح الطاي كان طالع عشر اسياخ احنا رصناهم كده بالزبط فلما حيب رسمهم في الاليفيجن وابص عليهم من الجنب الاربع اسياخ اللي تحت دول هيبانه خط والاربع الفوق هيبانه خط والاتنين اللي في النص هيبانه خط بالنسبة الاربع اسياخ اللي تحت زي ما قلنا هيبانه خط انت عارف انه عند نهاية المنبر هنا انت لسه لازم تمده مسافة LD فهطلع الجزء ده وارجع امشي هنا تاني مسافة ممكن يبقى هو الطول ده LD بس فكين قلنا احنا بنمده اكتر شوية لحد ما نوصل للمنطقة دي اللي هي منطقة الكمبريشن بعدين نحطله جنش طب الاربع اسياخ اللي فوق عادة هايبقى قبلين ازاي برضو هايبقى نخط وزاي ما قلنا احنا عايزين نمد الحديد بتاعهم LD ونوصل في منطقة الكمبريشن يا اما تكمله كده يا اما بنفضل دايما نعمل حاجة اسمها فيونكا الفيونكا دي ان انت تاخد الحديد اللي فوق ده يكمل الاخر وبعدين ينزل تحت حتة صغيرة ويرجع يلف الرجبة ويتمد شوية صغارين اللي فوق هيعمل فيونكا ويتمد برضو يخش في منطقة الكمبريشن طب بالنسبة للسخين اللي في النص هيتمد لحد الاخر وفاكين قلنا بعد كده بنعمل لهم ايه نقطة صودة قلنا نقطة صودة ده النسيخ ده هيتمد مسافة LD بس هتبقى عاملة ازاي هيخش عمودي على رسمة نفسها ويرجع يلف جوه تاني يعني يخبر بالك هيكمل يخش عمودي على رسمة كده ويرجع يكمل كده والناحية التانية هيبقى نفس الكلام بعد ما بترسم التسليح في زي ما قلنا محتاجين كمان نرسم التفريد فتيجي تحت رسمة ترسم التفريد فكين قلنا الاربع اسياخ اللي تحت ويرجع تاني وانطقة السيخين اللي في النص هتحط لهم نقطة سودة وفاكر في التفريد احنا كنا دائما بنكتب القيم طب الخط اللي فوق ده بتاع كم سيخ 4 فنكتب عليه 4 10 طب الخط اللي تحت ده برضو بتاع 4 سيخ فهتكتب عليه 4 10 الخط اللي في النص بتاع 2 10 بلا التاني احنا بنكتب القيم على التفريد بس فاكر قلنا هنيجي في التفريد نعمل ايه نبين الجزء بتاع النقطة السودة اللي احنا عملين هنا يعني معنى صح هتيجي هنا تقول ان انت السيخين دول لو بصت عليهم من فوق هبقين شكلهم عامل زي وترجع جب التفريد ترسم التفصيل بتاعتهم وان النسيخ منهم هيكمل ويتمدل LD انه هيمشي عمودي على الرسمة ويكمل الاخر النسيخ الناحية التانية هيتمد برضو بالمنظر بتفردهم بالزبط كده بالشكل ده كأنك رسمهم في البلان وبتكتب عليهم بلان ساعته ده اعتبر مثال مشهور قوي اللي هو بتاع ال و تاني انا تعال ناخد مثال تاني مثلا بتخيل مثلا لو عندنا فريم بيكون من عمود طويل اوي العمود ده من تحت وفريم من فوق وارتفاع العمود ده كله على بعض عشرة متر بس متقسم ستة واربعة جينا بالزبط بعد ستة متر هنا حطينا هنج والهنج ده خارج منه كاميرا كبيرة طولها ستة متر والكاميرا دي عليها load distributed كبير قيمته 102 كيلو نيوتن متر طبعا كاميرا بالمنظر ده لو انت حطت هنا مفصلة اكيد اي وزن هيحصل هيوقع على الكاميرا دي يعني الكاميرا دي unstable عشان نخلي الكاميرا دي stable الطريق نعمل ايه نمسك ها بمنبر ميل اكيد المنبر ده اللي هو منع الكاميرا هتنزل هيبقى عليه tension او compression طبعا هيبقى عليه tension يعني ده اعتبر ساعتها tie او بسميه hanger لو انت عايز عادة tie او hanger structure دول بنسبة link member يعني structure احنا هنحط لهم دائرة فوق هنا ودائرة تحت هنا واخد بالك الدايرة اللي تحت دي كاميرا ماشي عاملة كده بالزبط وبعدين الدايرة دي ما جاتش في النص لان لو الدايرة دي هنا وانت خارج بينها كاميرتين كده دي تبقى unstable وبالك ان الكاميرا عاملة كده ودايرة جاية فوقيها المهم في الاخر تبقى فهم ان الممبر ده hanger او toy وزي ما قلنا دائما ك structure بنعتبر link member بالنسبة الكاميرا ال6 متر دي اتقسمت هنا اربعة متر لحد ما وصل بالضبط عند نهاية hanger واثنين متر cantilever في الاخر لو تاخد بالك زوية ميل hanger هنا بكام بما ان المسافة دي اربعة متر ومسافة دي كمان اربعة متر يبقى الزوية بتاعت الهانجر هنا خمسة واربعين درجة هنحتاج نحسب عشان نعرف نحسب الفورس في hanger طب ايه المطلوب المطلوب اول حاجة ان انت تحسب الفورس في hanger هنا بكام وكمان ترسم تسليح الjoin دي اللي هي تقطع hanger مع الكاميرا وترسم تسليح الjoin دي اللي هي تقطع hanger مع العموض بتاع الفريم يبقى اول حاجة بحتاج ان 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 تحسب الفورس في hanger بكام بما ان الهانجر ده عبر عن link member وعندي given هنا ان في hinge احنا كان ممكن نعمل ايه كان ممكن نقطع كده ونبتن ناخد المومنت عند الهنج دي بزيرو وتحسب الفورس هنا بكام وانا بصراحة بافضل دايما في مسائل الخرصانة ان احنا نفصل لان انت مش بس عايز تحسب الفورس في الممبر انت يستحسن تفصل الممبر عن بعضها عشان تبقى فهم كل واحد في يوم شغال ازاي يعني مثلا عند الهنج دي انا كممكن افصل الكاميرا وحط هنج عادية بالنسبة للهنج دي مجيبر تعتبر support للكاميرا يعني كممكن برضو افصل الجزء ده وحط هنج عادية هنا يعني الكاميرا دي بالنسبة لك تعتبر beam و scantilever يبقى لو طلب مني تصميم الكاميرا دي انا فهم الكاميرا نفسها عليها بان المممت اعمل كده واقدر اسلح بالنسبة للفورس اللي في الممبر قلنا يا اما تحسب ان انت تقطع عند الهنج بالظبط يا اما ممكن تجيب اللود من الكاميرا بما ان اللينك ممبر ده محطوط عشان يشكيل الكاميرا تقدر تحسب رأكشنات الكاميرا ولا لا فكر كاميرا زي دي دلوقتي لو وقفت سيجمال مومنت هنا بزيرو هتعف تحسب الرياكشن طب الرياكشن ده مش لسه هيتقلب على اللينك ممبر وإحنا زي ما قلنا زود اللينك ممبر هنا كام درجة 45 درجة طب وقفت حسب رأكشن اسمه RY زي ما قلت وقفت خبت المومنت هنا بزيرو وجبت الري الري دي هتتقلب على الممبر الميل تعرف تجيب منه الر بما ان انت عارف الزاوية اللي هي 45 درجة في الحالة دي تعرف تجيب الر X ولا لأ هتلاع اقض بعض بالضبط تعرف تجيب المحصلة اللي هي T في الحالة دي هتساوي RY مقسومة على Sin أو 45 درجة تعرف في الحالة تجيب T بكام على طول حوكم ممكن تحسب RY وتأخذ Rx سأدها بالضبط وتأخذ دي محصلتهم جزر RY سكوير زي Rx سكوير اللي الاتنين هتلاعوا صحيح مهم في المثال ده عرفت تحسب قيمة T اللي موجودة على هنجر تأثير T اللي تأثير على هنجر 649 كيلو نيوتن ودي مثلا ultimate limit فاكر كنا من صمم الهنجر ازاي قلنا As ستساوي T ultimate limit مقسومة F field جمع S ونطلع مساحت الحديد بعد من طلع Area لو تفتكر كنا من اختار F مثلا اخترت F 18 فطلع التسليح اللي عندنا هنا 9 وشوية سيخ فاخد نوم 10 فالتسليح هنا طلع في الاخر 10 F 18 لما جيت احسب الarea concrete فاكر كاب بتساوي من 20 ل40 مرة Area steel طلعت 250 في 250 فما جيت ارس العشر اسياخ حطيت 4 في 4 corners بقى 6 السمت الستة دول اربعة واثنين الاربعة حطيت منهم اتنين فوق واثنين تحت والاثنين حطيت واحد يمين واحد شمال فانا ضمنت كده ان القطاع ده سيمتر برضو بعد ما طلعنا تسليح الهانجر فاكر قولنا هنحط الكنات ازاي ونحط الكنة واحدة خارجية بس وما منحط اي كنات وكمان سنت الهانجر وفيه درس من التخنات وفاكر قولنا قبل كده لو فيه عندي زاوية حد هنا وزاوية حد هنا يفضل نعمل ايه انحنا نشط في الخرصانة سواء هنا او هنا حتى في حدود 10 سنتي يعني الطول لي 10 سنتي وكمان الطول 10 سنتي فاكر قولنا دي حاجة لي علاقة بالتنفيذ عشان نعرف بس نفك الشد الخشب ولو نسيت في الدراسة مش مشكلة خالص انا حاليا هنا ما يهمني لا تخنت الكاميرا ولا تخنت الفريم ارسمهم اي حاجة لكن اللي عندي تخند فعلا ان انا مصممه الهانجر نفسه فاكر لو كان 250 لما تيجي ترسم عندنا الهانجر وبالك ابعاد الهانجر هنا 250 اللي هو الطول ده في 250 اللي هي داخل اللي جوه والهانجر هنا كانت تسليح 10 فايت 18 تاكين كنا حاطين 4 فوق و4 تحت و2 في النص لما تيجي تبص عليه من الجنب خب بالك الجنب ده اللي هو العرض ده هنتجي نرسم التسليح هايبان كم خط هايبان 3 خطوط لان الاربع اسياخ دول هايبان خط هنا والاربع اسياخ دول هايبان خط هنا والسيخين اللي في النص دول هايبان خط في النص وفاكر دايما تسليح الهانجر لازم يتمد جوه الكامير وجوه العمود مسافة LD فلو تفتكر اول اربع اسياخ على اليمين انا محتاجة من الدوم هنا جوه الكاميرا المسافة دي كلها LD طبق اتنين ناحية الشمال ولا ناحية اليمين لو تنته ناحية الشمال هتعمل عادة زاوية حدا وفاكر قلنا ممكن نشط في السيخ مفيش مشكلة لكن لو تنته ناحية المين غير اتبقى دي زاوية منفرجعة احسن شوية كمان هتوسع لصب الخرصان بالنسبة لناحية التانية انا عايز من هنا امد الحديد مسافة LD فالطول ده مش كفاية هتنيه هنا برضو الطول ده زاوية مش كفاية فهتطر اعمل ارجع اتنيه تاني جول عمو بحس ان الطول زا 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 ده هو ده LD طب بالنسبة الاربع اسياخ التانين مش برضو هبانو خط هنعمل نفس الكلام انت محتاج هنا تقطع الهنجر مع الكاميرا تمد LD وتقطع الهنجر مع العمود برضو تمد LD باي شكل ممكن مثلا التسليح اللي اربع اسياخ دول نمدوه من ناحية دي بس هنا لو تاخد بالك هتبقى زاوية زاوية حد وممكن تشرف السيخ لو انت عايز او تمدوهم من ناحية التانية ده صح وده صح مش هتفرق خالص لكن بالنسبة لناحية التانية تعمل ايه انا عايز من هنا مد الحديد LD الطول ده مش كفاية فيا اما تعمل فيونكا بالمنظر ده فاكر زا ما عملنا في polygon فريم يا اما ممكن اسهلك في التنفيذ تمد مسافة افقية صغيرة يعني كأنك بتشتف سيخ وتنزل لتحت حس نبقى الطول ده كله LD ده صح وده صح مش هتفرق اللي يهمنا هنا ان الحديد يتمد جوه الخرصان ومسافة LD طب بالنسبة للسيخين دول هيبني خط في النص فاكر السيخين اللي في النص هنعمل فيهم ايه هنا هنعمل نقطة صودة يعني هروح جاي تحت هنا اعمل نقطة صودة كده الحديد تبص على الحديد ده من الجنب من هنا وترسم ان التسليح ده هيخش كده والتسليح ده هيخش كده